بسم الله الرحمن الرحيم وانصر الحديث في باب التيمم من نوى بتيممه رفع أحداث عدة فما الحكم؟ الحكم أنه يجزي هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث فله ما نوى التيمم للنجاسة سبق أن ذكرنا ذلك أن النجاسة إذا وقعت على البدن وعدم ما يزيلها لم يجد ما يزيلها به فيتيمم على القول به وهو على المذهب وقلنا أن بالعثيمين رحمه الله أنه قال والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة وقد ذكرنا ذلك في المسائل السابقة مسألة إذا كان الإنسان في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب يعني معدوم الماء والتراب وصورة ذلك أن يحبس في مكان لا يجد فيه الماء ولا التراب فإذا حبس في هذا المكان فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه ولا يؤخر الصلاة حتى يقدر على الطهرتين الماء والتراب وإنما يصلي محافظة على الوقت لأن الوقت من أعظم شروط الصلاة أن يؤدي الصلاة في وقتها ولعموم قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم شروط ما يتيمم به يشترط عدة شروط الشرط الأول أن يكون التراب الذي يتيمم به أن يكون طهورا وأن يكون له غبار وفي هذا الشرط عدة أمور الأمر الأول كونه ترابا والتراب هو معروف خرج به الرمل والحجارة وما أشبه ذلك فلا يجوز التيمم بها على المذهب وفيه خلاف في المذاهب الأخرى كما عند الحنفية والمالكية أيضا من هذا الشرط قوله كونه طهور أن يكون التراب طهور والدليل على اشتراط طهورية التراب قوله سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث وبالتالي الخبيث الذي يصب به الصعيد هو أن يكون نجس كونه خبيث أنه يكون نجسا وأيضا القيد الثالث له غبار فإن لم يكن له غبار فإنه لا يصح تيمن به على المذهب كالطين مثلا ليس له غبار فإنه لا يتيمن به على المذهب الشرط الثاني أن يكون التراب مباحا ومعنى مباح أي غير مسروق ولا مغصوب وهذه المسألة خلافية لأن السرقة للتراب أو الغصب أمر خارج عن فعل التيمم ولذلك ذكرنا ذلك الخلاف في مسائل الوضوء والغسل بالماء المسروق أو الماء المغصوب فما قلنا هناك يأتي في هذه المسألة هنا فروض التيمم الفرض الأول مسح الوجه والفرض الثاني مسح اليدين إلى الكعين إلى الرسخ مسح الكفين فقط والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم وقال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ورد هذا الحديث بأنه ضعيف مخالف للأحديث الصحيحة التي جاءت في صفة التيمم بأنه ضربة واحدة ويمسح الكفين فقط من فروض الوضوء الفرض الثالث الترتيب وذلك يكون في الحدث الأصغر فالترتيب يبدأ بالوجه قبل اليدين لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فبدأ بالوجه قبل اليدين وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ ابدأ بما بما بدأ الله به ومن فروض الوضوء وهو الفرض الرابع الموالاة في حدث أصغر أي لا يؤخر مسح اليدين زمنا كما لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه فأن ذلك يؤدي إلى أنه يكون غير موال في التيمم شروط التيمم تشترط النية من شروط التيمم النية لما يتيمم له من الحدث أو غيره أو غيره مراد بها النجاسة على القول بأنه يتيمم للنجاسة وقد سبق أن ذكرنا أن القول الراجح ما ذهب إليه بن عثيمين بأنه لا يتيمم للنجاسة والنية هنا تكون لأمرين الأمر الأول نية ما يتيمم له أنه ينوي ما يتيمم له مثلا أنه يتيمم لصلاة الظهر يتيمم لصلاة العصر يتيمم للنافلة يتيمم للطواف يتيمم لقراءة القرآن والثاني أو الحالة الأولى والحالة الثانية نية ما يتيمم عنه هل يتيمم عن حدث أصغر أو يتيمم عن حدث أكبر أو يتيمم عن نجاسة عند من يقول بأنه يتيمم عن النجاسة فلابد من تحديد ذلك مثال إذا أحدث حدث أصغر وأراد الصلاة الصلاة الظهر قالوا له أنوي التيمم عن الحدث الأصغر وأنوي الصلاة صلاة الظهر مسألة إذا نوى رفع أحداث الأحداث جميعها ذكرنا أنه إذا نوى رفع كل الأحداث أجزاءه ذلك لحدث النمو العمال بنية وإذا نوى رفع أحد الأحداث لم يجزي عن الآخر فإذا نوى رفع الحدث الأصغر لم يجزي عن الحدث الأكبر والعكس كذلك مبطلات التيمم المبطل الأول خروج الوقت وهذا المبطل يكون على رأي من يقول أن التيمم مبيح وليس رافع أما من يقول أن التيمم رافع وليس مبيح كما ذكرنا سابقا ورجحناه ورجح ابن عثيمين رحمه الله فإن هذا المبطل لا يتأتى عند من يقول أن التيمم رافع وليس مبيح المبطل الثاني وجود الماء وهنا أمور الأمر الأول أن يوجد الماء قبل الصلاة فإذا وجد الماء قبل الصلاة فإن تيممه يبطل بالاتفاق لأنه كان متيمم لعدم الماء فوجد الماء فبطل تيمم قال الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمم وهذا قد وجد الماء فبطل تيممه الأمر الثاني إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان تيممه لأنه عادم للماء فقالوا يبطل تيممه لوجود الماء لأنه لا يجوز له أن يبقى على التيمم مع وجود الماء وعليه أن يذهب فيتطهر بالماء ثم يستأنف الصلاة من جديد أما إن كان تيممه للعجز عن استعمال الماء فإنه يبقى على تيممه لأن العجز باق في حقه الأمر الثالث إذا وجد الماء بعد انتهاء من الصلاة صلى وانتهى بالتيممه ثم وجد الماء فالصلاة صحيحة ولا يلزمه الإعادة على القول الراجح ويبطل التيمم بوجود الماء فلا يبقى على تيممه وإنما إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يعمل أمرا مستحبا فإنه يلزمه أن يتطهر بالماء مسألة تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة هل الأولى أن يؤخر التيمم إلى آخر وقت الصلاة لعله يجد الماء هنا حالات قالوا إذا غلب على ظنه أو ترجه عنده أنه يجد الماء فإنه يؤخر التيمم إلى آخر وقت الصلاة ثم يصلي في آخر الوقت وإذا غلب على ظنه أو ترجح عنده أنه لن يجد الماء فإنه يتيمم في أول الوقت ويؤد الصلاة في أول وقت لأن الصلاة في أول الوقت فضيلة المبتل الثالث من مبتلات التيمم هو زوال المبيح للتيمم وذلك في حالة كونه مريضا وبرئ من مرضه فإنه حينئذ يبطل تيممه لأنه زال المبيح ويجب عليه أن يتوضى للصلاة وأن يصلي بدون تيمم صفة التيمم أولا أن يوجد التراب الطاهر الذي له غبار أن ينوي التيمم ذكرنا أنه ينوي التيمم للصلاة وينوي التيمم لرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ثم يسمي ويقول بسم الله والتسمية كما في الوضوء وعلى الخلاف في الوضوء هل هي واجبة كما هي عند الحنابلة مع الذكر وتسقط بالنسيان أو مستحبة على رأي الجمهور فهي كما ذكرنا وهي أنها رجحنا أنه مستحبة على رأي الجمهور أن يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع لأنهم يشتريطون التراب لم يقل الأرض هنا أو الصعيد إنما قال التراب لأن الحنابلة يشتريطون التراب ومفرجة الأصابع معنى متباعدة حتى يدخل التراب بينها وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه والطهارة التيم مبنية على التسهيل والتسامح ليست كطهارة الماء فيمكن أن يفرج أصابعه ويمكن أن لا يفرج أصابعه ثم يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتي هذا هو المذهب يمسح وجهه بباطن أصابعه والراحتين يمسح بها الكفين وقالوا لا يمسح وجهه بالراحتين لأنه لو مسح الوجه بالراحتين كان ذلك أصبح التراب على الكفين مستعملا حينما يمسح حينما يمسح الكفين وذلك لا يكون في طهارة واجبة وهو على المذهب وقال ابن عثيمين لا حاجة إلى هذه الصفة وإنما هذا القول مبني على تعليل ضعيف ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه فإن حديث عمار أنه مسح وجهه بيديه ولم يفصل فعلى ذلك يمسح وجهه بيديه كلتيهما ويمسح بعضهما ببعض شكرا